لأنها مهمة جدا 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 أنا في مجالي التعاقدات كنت تمال يقول لا تعد ما لا تستطيع الوفاء به فكان اللعيب اللي تقوله مثلا هو عايز عشر قروش أو عيده بتمانية بس ديله اتناشر عمري ما اقوله اتناشر وياخد تمانية تمانية ايه مش فلوس تمان مزايا تمان اجمال الاتفاق فكان المصدقية مصدقية الشخص وينقلوها البعض فانت اول ثلاثة بتجد صعوبة الباقي بيسمع من بعض جايلك مستوي ده اللي حصل معي ده اللي حصل معي مش كده دي تقريبا شبه دي الصعوبة بتبقى في الاول وبعد كده بتبدأ تخلق كريدابيليتي ومصدقية عند الناس بيبدأ فلان يقول لفلان فلان يقول لفلان فتبدأ الامور تكون هننقل على مرحلة تانية لان الناس برضو لازم تفهم وتطور علاقتك بالكابتن والنادي الاهلي الاستاذ الشام جمال هو عضو مجلس امناء قناة الاهلي مظبوط صح؟ ده قبل دي كمان ان الكابتن الخطيب يشوف ان انت تبقى مستشار شركة الاهلي لانتاجي الاعلامي مع اوني انا كنت جايل يعني فكرة مستشار يا جماعة اه احنا متخيلين انه تقدير النادي الاهلي واحساس الكابتن محمود الخطيب بقيمة الموهبة يخلي هذا الشاب الموهوب بشكل استثنائي مستشار شركة الاهلي لانتاجي الاعلامي لقب او لفظ مستشار احنا اعتدنا انه لما حد يكون شعره ابيض قوي وياخد اللقب ان هو مستشار لما يستشار في حاجة فالوضع يتقلب ويتعكس اصبح الكبار هم اللي بيستشيروا هذا الشاب الصغير الموهوب بشكل استثنائي عشان يقول للناس كلها الابداع ملوش سن وملوش حدود انا هنا بقى مهم ان انا اشكر الراجل الراجل ده انا يعني هو والله العظيم كلامه ومش عشان هو نجم ومش عشان هو اهم الععيب في تاريخ النادي ده والكورة في البلد دي الراجل ده هو غريب وفريد فعلا الراجل ده لا فرق له انا شكلي ايه ولا سني ايه ولا بلبس ازاي ولا تربيتي خلفيته يا ساب يسافر وبيعمل صحيح هو 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 فكرة نقوة انت قت على بعدك حاجة نموذج متمرد ايوه قد كده يعني يعني يا جماعة لما لو لو هشام جمال ماشي داخل على النادي الاهلي هي وقعد مع الكابتو الخطيب وقعدين مين ده حقولوه ده مستشار شركة الاهلي انتاج الاعلام هو الكابتو بقى هيجيب قريبه بقى حتجبر الناس هيقوله كده لكن اعتقد بعد ما سمعتوه النهاردة هتشوفوه زي ما شافوا الكابتو الخطيب لا مفيد جدا 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 والنادي استفاد منه في حاجات كتير ولسه اول مرة دخلت النادي بعد موضوع المستشار ده كله عادي يهزر معي بقى ايه يا سيادة المستشار يا صغير يعني كل الناس عادي يتهزر معي